تقدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهنئة نيابة عن أعضاء الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة وخلال اجتماعه الأسبوعي أكد مدبولي أن الحكومة المصرية ماضية في تعزيز دور القطاع الخاص لسيما في محور الصناعة الذي يأتي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية مشددا على ضرورة تشجيع المنتج المحلي ومنحه أفضلية في أي مناقصات تطرح كما استعرض مدبولي أيضا نتائج زيارته إلى عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان مشيدا بالشركات العالمية الكبرى التي شملتها جولته بالعاشر من رمضان وفي مقدمتها شركة هاير وبيكو حيث تمكنتها خلال أقل من سنة من تاريخ الحصول على الرخصة الذهبية من إنشاء المصانع على أعلى مستوى وتجهيزها بشكل كامل والبدء في الإنتاج مع خطط للتوسع وتنمية إمكانات كل مصنع اشتركوا في القناة